حتى في الجنوب هي مستمرة في الضربات قبل أن تجيبني الدكتور وليد أشير فقط بيننا نتابع صور مباشرة لضربات جديدة مع التأكيد دائما بين الجيش الإسرائيلي أهلا بدء الهجوم البري في جنوب القطاع في خانيون استحديدا مئة بالمئة هذا الذي كنت أحاول أن أشرحه المشروع الأساسي لم يكن بالنسبة لإسرائيل حسب نفهمه بواشنطن نحن لا نفهمه من الإسرائيليين ولكن من أصدقائهم في واشنطن المشروع الأساسي إسرائيل عملية في الشمال وطرف آخر يهتم بالجنوب ماذا وإلا حماس سوف تذهب أيضا إلى الجنوب